خلينا قبل ما نخش على الصحافة العالمية وكتبت ايه النهاردة هتكلم سريعا مع حضراتكو في بعض النقاط أهمها زي ما اتكلمت محمد صلاح يعني بيبوح بالأسرار مع سكاي سبورت طبعا النهاردة الحياة نشأرت شبكة سكاي سبورت الرياضية تصرحات تلفزيونية مهمة جدا جدا لنجمينا الكبير محمد صلاح اتكلم فيها بقلب مفتوح اتكلم فيها في كل حاجة تقريبا نتكلم فيها النهاردة يعني النهاردة بالليل كمان نتكلم على المباراة اللي بتجمع ليفر بول والمان يونيتد في قمة كبيرة جدا في البريمير ليج صلاح قال انه خلى المصريين يحبوا فريق ليفر بول ويشجعوه بعد كان يمكن الاغلبية بتشجع المان يونيتد كمان لما تسأل عن البداية السيئة لفريق المان يونيتد قال يعني انا مش عايز احط مزيد من الملح على الجراح ولكن بالطبع اكيد ليفر بول ولعبته متحمسون لهذه المباراة وقال حنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراة وحول المباراة الفريقين يمكن في الموسم اللي فات حضراتك وفاكرين ان ليفر بول فاز بخماسية ويمكن تقلق فيها محمد صلاح بشكل كبير جدا ويمكن حقق هاتريك ثلاث اهداف وقال على لسان محمد صلاح من خلال سبورت يوز يتكلم ان هو ما كانش متوقع في الوقت دوت ان يحرز او ان ليفر بول تفوز 5-0 على المان يونيتد وقال ان انا اتذكر في المغرادية بعد تسجيل الهاتريك او بعد تسجيل الهدف الثالث سنحت لي فرصة لتسجيل هدف اضافي ولكن اضعت الفرصة وكنت غاضب بشدة من هذه يعني من الفرصة اللي ضعت مني عن مباراة النهاردة محمد صلاح اتكلم وقال انها مباراة دربي مهما كان موقف المان يونيتد لكن مباراة تعني الكثير في مصر يعني زي ما قال الناس كتيرة جدا كانت بتشجع مان يونيتد لكن فيه لو قينا الاخيرة اكيد كل المصريين اكيد بيشجعوا اي نادي بيروح له محمد صلاح وقال هي مباراة خاصة بالنسبة لي صلاح كمان قال ان لقب البريميال ليج السنة دي قالوا له تتوقع مين مين اللي هيكون في المنافسة فقالك من وجهة نظري ان فيه اربع فرق ليبربول السيتي ارسنل وشيلسي ويمكن رد على منطقة دي البداية السيئة الليبربول وهل كده ليبربول ابتعد عن المنافسة محمد صلاح قال من المبكر جدا جدا الحديث عن هذا الامر صحيح ان احنا نبتعد سبع نقاط عن ارسنل المتصدر لكن في نفس الوقت عندنا الموسم لسه طويل ويعني حنوصل به لآخر لحظة ونشوف حنوصل لفين اكيد احنا رجعنا من بعيد ويكلم عن الموسم الماضي وكان تقدم السيتي بنقاط كثيرة جدا جدا ولكن الليبربول عاد من بعيد ويمكن زي ما حضراتكم تابعين ان الموسم الماضي اتحسم في المباريات الاخيرة قال كمان صلاح ان كتير من اللاعبين يعني حينفسوا على لقب الهداف لما تسأل عن لقب الهداف قال فيه لعيبة كتير زي هاري كين طبعا وهالند وجابريل جيزوس حينفسوا بشدة على لقب الهداف البريمير ليج ولكن كمان صلاح قال حتة مهمة جدا انه هو حلمه في هذا الموسم هو الفوز بلقب البريمير ليج يعني كان بيقول ان دايما صلاح كان بيكلم ان انا دايما كنت برغب بتحقيق دور الابطال لكن الموسم ده خاصة يعني هو عايز يفوز بالبريمير ليج اشتركوا في القناة